السؤال بقى ليه دايما بيبقى في اليموليتك اناميا بيبقى في دارك يورين والدارك يورين دي تعتبر important sign علامة مهمة في اليموليتك اناميا نحن دي فيه نوعين من اليموليتك اناميا فيه نوع اسمه extravascura ويموليتك اناميا الاكستراvascura بيبقى فيه خروق بلوروبين كتير البلوروبين اللي ما بينزل في اليورين بيزود الصفار بتاع اليورين بيبقى دارك يلو ويمكن يقلب بيه كمان انه يبقى براون او درجاء بالنسبة للنوع التاني اللي هو الانترافاسكورهيموليتك اناميا بيخرج الهموغلوبين من التكسير الهموغلوبين ده بيؤدي الى ان لما انت شايفين كده مع بعض اليورين بيتغير اللون بتاعه الى الرد بالدرجات المختلفة حتى ممكن يوصل ليبقى بلاك في بعض الانواع من انواع الهموليتك اناميا زي هديكم على المسال حاجة اسمها بلاك ووتر فيفر يعني فيه مرض بيعملينه السخنية وفي نفس الوقت بيسود اللون بتاع البول نتيجة ان فيه تكسير جامد للري بلاسس المرض ده اسمه مالاريا منتشر فيه افرقيا موسيقى